موسيقى 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 ازايكم معاديكم فيديو جديد من في دقيقتين فيديوات في دقيقتين كثرة الفترة الخاتف دي النهاردة هقولكم ازاي تقدر ترفع فيديو على اليوتيوب من غير لما الجودة بتاعته تقل طبعا كنا نمتع بالمرة بالازمة دي سواء فيديو تتعب فيه تتمنى ان تشحل وليه تنزله تشوفه علشان عندك جميل جدا الورم مظبوطة وحلوة جدا تيجي ترفعه تلاقي مفيش تفاصيل في الفيديو تلاقي مضغوط قوي تلاقي الالفون بهتت حتى لو شغلته على اعلى جودة تلاحظ برضو ان فيه جودة كتيرة ضائعة ده ليه ده بسبب ضغط اليوتيوب يوتيوب بيضغط الفيديوهات بمقدار معين هتلاقي اسمها بتتيجي على حاجة اسمها البيتريت بتاع الفيديوهات بتاعت الكاميرا الموبايل او اي حاجة بيبقى اسمه بيبقى بتاعت البيتريت دوت كل ما بيزيد كل ما بيبقى فيه معلومات اعلى في الفيديو مثلا انت لو صورت فيديو فولتش دي ازا انا بصورت دلوقتي باربعين بيتريت او باربعين ميجا بايت الثانية الواحدة بيتريت هو ده البيتريت بتاعها بعد كده بقى انت عملت له المنتاج وزبطته والدنيا تمام وعملت له اكسبورت مثلا على ثلاثين بيتريت اقل شوية بصورته تلاقي مسحته كبيرة تلاقي مسحته معدية الجيجا او الاثنين جيجا بعد كده رفعته على اليوتيوب جربها تحمل الفيديو تاني منها على اليوتيوب اتلاقي مسحته كم مش بتعدي المية او المتين ميجا بحظة اقصى متين ميجا طب ده ليه ده ده لان يوتيوب بيضغط الفيديوهات الفولتش دي لغاية تمانية بيتريت بيفضى يضغطها 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 لغاية لما يخلي مسحتها قليلة جدا لكنك عملت له اكسبورت على تمانية بيتريت اي او بي عمل كده في كل الفيديوهات من كل الريزولوشن من كل الدقة اللي موجودة عندك يعني اهăc دي فول اه Digital أه 4 commence 800 كل انواع اليوتيوب مية quality تن прест Cont conteúdo ليها جامت جدا لكن كلما تعزين فف merchandise الفيديو بتاعك كلما ضغط بتاع الفيديو اللي بيعمله بيقل. يعني مثلا اله دي بيعمل ضغط فيها لغاية لما تبقى ستة بتريت. انت الكاميرا بتاعتك اي كاميرا اصلا بتصور اقل حاجة عشرين بتريت. فانت ضغط اقل من اكتر من نص الجودة نفسها طارت من الفيديو. فانت بقى في الفيديو دي بيعملها تمانية بتريت. التوكي ستاشر بتريت. ستاشر. لحظت ديتها احنا نشتغل عليها. والفوركي خمسة وتعاتين لخمسة واربعين. لقيت كيه اعلى واعلى وتفضل تعلي بقى في دي. تفضل تعلي كل ما بتعلى في الريزيلوشن بتاع الفيديو. ده اوة بقى هي الخدع اللي احنا نستخدمها في فيديو النهاردة. هقول لكم طريقة حلوة جدا ازاي تقدروا ترفع الفيديو بتاعك. مع انك مصوروا فوتش دي عادي. هيدغطوا لتمانية بتريت. بس ازاي تقدر ترفعه. وتخلي الجودة بتاعته عالية وما يضغطهاش خالص تقريبا. وهي طريقة سهلة جدا. كل ما هتعمله ان انت هتبعد دون ما تعمل بتاعك وتجهز الفيديو بتاعك. وهو فوتش دي عادي خلص. هتعمله على الريزيلوشن اعلى من الفوتش دي. مسلا انت صورت فوتش دي. كل حاجة دوقتي بتصور فوتش دي. صورت على الف وتمين بي. هتعمله على الف ربعمية واربين بي. اللي هي التو كي. اللي هي الف ربعمية واربين في الفين ربعمية وحاجة او مش فاكر في الفين وكام. بس هي دقة التو كي يعني. وهي دي بقى الخدعة اللي احنا هنعملها. كل اللي عليك تعمله. انك انت اول ما تسحب الفيديو بتاعك وتعمل المونتاج بتاعك وتخلصه. وانت بتيجي تعمله اكسبورت هتخير بتاع الفيديو. بدل ما هو يعمل اكسبورت زي اداة الفيديو الاصلي اللي هي فول اتش دي. كده كده مش هطلعز اي فرق في الجودة. ولا هتعلم ولا هتقل. بس كل اللي انت هتعمله بدل ما تعملها اكسبورت على فولش دي. هتعملها اكسبورت على تو كي. اللي هي الف ربعمية واربعين بي. بدل الف وتمين بي. يوتيوب هيقرى الفيديو دوت بدل ما يقرأها فولش دي واضغطها لتمانية بتريت هيقرأها. على انها تو كي وهيضغطها على ستاشر بتريت. داع في الجودة عن الفول دي. مع انك ما عملتش حاجة يعطبر كل لانت ان انت عملت للفيديو بتاعك. لكن ما حصلش اي حاجة تانية. الفيديو زي ما هو. نفس الجودة بتاعت الفيديو اللى انت عملته اه ام انت عملته على توكي. بس الفارق ان الضغط قل. الضغط ما بقاش كتير اوه ما بقاش جامد اوه. مش هيداي بتاعة تربع الجودة عن فاضي. هيضع لك برضو شوية من اللي هو دي بس مش تبقى جامدة زي الفوتش دي. الخلالة دي ممكن تتعاملها برضو في كزا حاجة ممكن بدا لما تتعمل اكسبورت على فور كي وتعمل بقى ابلود الفيديو الفور كي بتاعك هيبقى بنفس حجم الفيديو برضو لانت كنت عامل له اصلا اكسبورت على فور ايش دي لو فهمين قصدي ولكن يوتيوب هيدغطها اقل فالما هو يضغطها اقل ويبقى الضغط بتاعه مش جامد اوي ويدغط ويديك مساحة اكبر الفيديو فالجامد بتاعتك هتبقى اعلى وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة ما لا يكون عجبكم لو عجبك تشترك تشترك اشترك في القناة اشترك لكل اصحابك اشترك في رغم الايقون اللي هنا تابع الفيديوهات القديمة من هنا او اي فيديو بتختار اليوتيوب ليكم من هنا اتبع لكل صحيات السوعة من هنا واشراكم الفيديو الجانب سلام